وينضم إلينا من ليبيا عبد المجيد سيف النصر السياسي الليبي أهلا بك سيد عبد المجيد إلى التسعة عشرة بعد كل هذه التطورات الطعون وقضية قبولها من عدمه وكل ما يحدث هل تعتقد بأن الانتخابات ستجري فعلا في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر أم تخشون إمكانية تأجيلها بسم الله أهلا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد مرحبا بك ومرحبا بقناة الحدث نتمنى من الله أن تتحقق الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر لأنها هي الطريق الوحيدة لوحدة ليبيا والعبور بها إلى مستقبل جديد وتنتهي كل مراحل الانتقالية السابقة ونرسو دولة حديثة ديمقراطية بانتخابات حرة ونزه هل تعتقدون بإمكانية حدوث ذلك فعلا أم المعطيات تجعلكم تخشون من إمكانية تحقيق هذه الانتخابات في موعدها المحدد الحمد لله الحمد لله هل تسمعيني؟ نعم نعم نسمعك تفضل الحمد لله إلى الآن لم تحصل أي عراقيل إن شاء الله تؤثر على عملية الانتخابات ونتمنى من ربي الكريم أن يحفظ ليبيا ولا تحصل أي انعكسات تمنع الانتخابات لأن كل الليبيين يريدون هذه الانتخابات أن تتحقق ونتمنى السلامة للجميع محكمة الاستئناف في بنغازي رفضت الطعن المقدم من حضراتكم ضد ترشح خليفة حفتر هل كنتم تتوقعون هذا الرفض وكيف تعلقون عليها؟ طبعا نعم نسمعك سيد عبد المجيد طبعا هناك شروط للترشح عند دراسة هذه الشروط على المشير خليفة حفتر رأينا عدة تغرات ممكن لنا أن تقدم فيها ومن هذا المنطلق ومن حرية الرأي وحرية التعبير في ليبيا تقدم محامينا يوم الخميس الماضي بهذه الطعون خمس طعون طبعا الحصول على جنسية أجنبية عدم تطبيق المادة 12 لقوف على العمل البطاقة الشخصية كانت غير مصدقة عندنا جريمة حكم غيابي أيام النظام السابق ضد المشير خليفة حفتر هذه كلها جمعها محامينا لكن سيد عبد المجيد يعني هو حصل على الجنسية بإذن خاص من وزارة الداخلية عندما كان ملاحق على أيام النظام السابق وبالنسبة للمادة 12 هو تقدم باستقالته قبل ثلاثة أشهر كما تنص هذه المادة وأيضا بالنسبة لقضية الجرائم أيضا تقدم بثبتات تقول بأنه سجله نظيف وبالتالي ألا تعتقد بأنه على هذا الأساس رفضت المحكمة الطعون التي تقدمتم بها طبعا الله العالم بالغيب نحن محامين الحقيقة لم يطلعوا على هذه المستندات إلا في الجلسة التي عقدت في هذا الخصوص والمحكمة لها الرأي أن تقبل وترفض ولكن نحن تقدمنا حسب نصوص الترشح طب لماذا تتقدمون بتعون مع العلم بأنكم في مقابلات سابقة قلتم بأنه أنتم مع مشاركة الجميع في العملية السياسية حتى رجال النظام السابق فالكل يجب أن يكون لديه الفرصة لخدمة ليبيا نحن إلى الآن نصر أن هذه الانتخابات للجميع وبالجميع ولكن لمن تنطبق عليه الشروط طيب المفوضية قبلت الطعن الذي قدمه باشاغة ضد دبيبة كيف تقرؤون قبول مماثل؟ الطعن الذي تقدمه ضد السيد عبد الحميد دبيبة ممكن أن هناك أدلة أو الدفاع لم يستطيع ممارسة المستندات الحقية في هذا الموضوع كل قضية لها شانها ليس مرتبطة ببعض أنتم مرشحون أيضا للرئاسة في ليبيا على ما تعاولون يعني من المعروف بأن القبيلة التي تنتمون إليها تواجه العديد من الانقسامات الداخلية منهم مع حفتر ومنهم ضده مع حكومة الوفاق ومنهم ضدها وكان يصل هذا الخلاف إلى حد الاقتتال الداخلي وبالتالي على ما تعاولون في هذا الترشح أختي أعتقد أنك أو أي أحد يعول على أصوات القبيلة فهو غالط وسوف لن ينجح نحن نعول على أصوات الشعب الليبي الشعب الليبي الحر الذي تحرك في فبراير وكان مؤيدا لهذه الانتخابات نحن نعول على أصواتهم جميعاً نحن لم نشارك في الحروب زي ما قلت مع حفتر أو مع الغرب نحن محايدين نحن الجنوب دائماً في خدمة ليبيا وفي وحدة ليبيا كما وحدها في السابق ووحدها في الأيام العشر سنوات هذه الفترة الانتقالية كان الجنوب متحمل لهذا التأميش ولكن الآن جاء دور الجنوب ليكون هو وحدة ليبيا واستقلال ليبيا هل تعتقدون بأن للمحايدين فرصة حقيقية ليكون لهم يعني أو يحققوا نتائج ملموسة في هذه الانتخابات طبعاً المحايدين والليبيين الذين لا يريدون تقسيم ليبيا أو الحروف فيها هم أهلاً لقيادة هذه المرحلة لأن المرحلة السابقة الانتقالية للأسف الذين قادوها كانوا يعملون على البقاء في كراسيهم دون النظر إلى الشعب الليبي أو لوحدة ليبيا أو استقلالها أو لسيادته فالآن الدور على الليبيين الوطنيين الحقيين لتوحيد ليبيا ونسب خلافات وعودة ليبيا كما كانت بعون الله أنت من سبهة وأيضاً ينافسكم هناك سيف الإسلام القذافي واليوم عبر في تغريدة على تويتر أو أوضح ما جرى بأن القضاة لم يجتمعوا وبالتالي لم يكتمل النصاب من أجل النظر في قضية الطعن المقدمة ضده في الانتخابات ما رأيكم بذلك؟ أولاً ليست منافسة بيني وبين سيف الجنوب هذه منافسة الانتخابات ومن حق كل شخص أن يقدم في سبهة في طرابلس في بنغازي فجميع المترشحين منافسين لبعض النقطة الثانية المحكمة الحقيقة المفروض يتوفر الأمن والأمان في المحكمة لكي يتقدم كل حد بالطعون كما حصل في مدينة بنغازي نحن تقدمنا ضد المشير خليفة حفتر وتوفر فيها القضاء وتوفر فيها الدفاع وتمت المحكمة أما عن الجنوب فهذه من اختصاص وزارة العدل والمفوضية العليا للانتخابات وليس لنا فيها دخل بذلك هل يمكن مثلاً أن تنسحبوا لصالح أي مرشح آخر؟ ولماذا تقدمنا من الأول إذا كان بننسحب؟ كنا داعمين له ولكن نحن تقدمنا لخوض هذه الانتخابات بكل جد وجدية طيب من أبرز يعني البرامج التي تتحدثون عنها هي قضية المصالحة الليبية يعني لماذا لم تنجحوا بالقيام بها؟ في الماضي أو في الحاضر؟ في الحاضر طبعاً الحاضر إن شاء الله سننجح فيها بعد الانتخابات ستكون مصالح حقية بين الليبيين كما قال الملك الراحل دريستانوسي حتحات على ما فات لأن المصالحة إلا دخن فيها اللوم والرجوع إلى الماضي لا تكون مصالحة المصالحة الحقية هي النظر إلى العيوب السابقة والتسامح فيها بكل جدية هل تخشون مثلاً أن لا يتم الاعتراف من نتائج الانتخابات؟ عفواً 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 للمصالحة لدي ملاحظة لا بد من توفر الأمن والأمان وجبر الضرر وارضى جميع الأطراف والتعويضات العادلة للليبيين وهذه الحقيقة لن تكون إلا بعد الانتخابات بعون الله هل تخشون عدم الاعتراف بعض الأفريقاء بنتائج الانتخابات فيما لو حدثت في موعدها؟ الذي لا يقبل الهزيمة لا يقبل النصر هذه الانتخابات ستكون حرة من جميع الليبيين والليبيين أحرار في إعطاء صوتهم هذا الذي جاء به تورة فبراير أن الحرية الرأي للمواطن وإعطاء رأيه لمن يحكمه ومن لا يحكمه والمحافظة على التداول السلمي للسلطة والذي يريد جر ليبيا للحرب سوف يقف له الليبيين كفانة موت شكراً جزيلاً لك عبد المجيد سيف النصر السياسي الليبي كنت معنا مباشرةً من ليبيا شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك